السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أهلا وسهلا بكم بقى لنا كتير ما نزلناش حلقاته ولا فيديوهات على القناة وطبعا ده كان ليه سبب والسبب إن الفترة اللي فاتت جالي كورونا والحمد لله رب العالمين في البداية احنا عارفين إن المرض ده بقى له أكتر من سنة منتشر في العالم كله والحمد لله العالم كله واخد احتياطاته لكن في الفترة الأخيرة وبالذات بعد فترة الصيف ناس كتير قوي بدأت تنسى الاحتياطات اللي هي وغداها وبدأت تتعامل معاملة عادية وتنسى إن في فيروس أصلا أو كإن في فيروس موجود والأسف إن ده زود انتشار الفيروس بصورة كبيرة جدا لدرجة لقينا أعداد يوميا بتزيد بالألاف في مصر وفي العالم كله النهاردة هندردش كده مع بعض إزاي التجربة اللي أنا مريت بيها وإزاي إن أنا تصبت بفيروس كورونا والحمد لله ربنا سبحان الله تعالى عافاني منه وشافاني منه وعايزة نقلكوا التجربة دي عشان تعرفوا إيه المراحل اللي أنا مريت بيها وقبل ما نتكلم وندردش مع بعض فأنا بحب إن أنا أشكر كل واحد تواصل معايا وكل واحد اتطمن على صفحتي وكل واحد قدم لي المساعدة ولو بالكلمة البسيطة فشكرا لكم جميعا وشكرا لكل الناس اللي تواصلوا معايا وتطمنوا على صفحتي أول بأول وربنا سبحان الله تعالى ما يكتب على أي حد أبدا الفترة اللي أنا شفتها والظرف اللي أنا مريت بيه في البداية من حوالي ثلاثة سبيع حسيت بدور برد عادي يعني إيه عادي يعني في البداية خالص بدأ رشح بسيط مع احتقان بس الاحتقان قنقوي جدا الاحتقان اللي أنا حسيت به من زي أي برد عادي احتقان في الحل واحتقان في الأنف بصورة مستمرة والموضوع ما خدش بالظبط يوم واحد يوم واحد لقيت الأعراض كلها بدأت تزيد مع واجهة في الجسم بطريقة بشعة جدا لكن اللي كان أول مرة يحصل لي على الإطلاق هو صعوبة في التنافس عمري ما حسيت بيها قبل كده أنا أصلا كل سنة بيجي لي دور برد قوي قوي وبيجي لي زي دور حساسية كده على السدر والتهاف الشعب الهوائي انتو عارفين طبعا مرحلة الشتة دي بتبقى عاملة ازاي لكن أول مرة أحس إن أنا فعلا مش قادر أخد نفسي ودي الغريبة في الموضوع أنا في الأول خالص حسيت إنه هو برد عادي لكن أول حاجة عملتها عشان برضو بعد الإحساس إنه هو برد عادي قلت لازم إن أنا أكشف على طول وإن أنا مستناش لغاية لما الموضوع يتطور أو ألاقي حاجة غير اللي أنا متوقعة وبالذات إن أنا لقيت أعراض أول مرة تحصل لي على الإطلاق بالفعل روحت المستشفى وكشفت فيها والدكتور أول ما شافني وشاف الأعراض اللي عندي قال لي اشتباه في كورونا فورا كتب لي على تحليل وإشهاعة وده اللي أنا عملته بعد كده لكن في الفترة دي أنا اتعاملت إن أنا فعلا عندي كورونا مش برد عادي وخدت احتياطاتي اللي لازم كل واحد ياخدها في الفترة اللي إحنا فيها أول حاجة بدأت إن أنا أبعد أولادي عني وانعزل في مكان مخصص زي الصالة مثلا أو في غرفة وبقدر الإمكان ما بقاش قريب منهم خالص تاني حاجة طول ما أنا نازل في الشارع الكمية ما بشلهاش إطلاقا وطبعا غسيل الإيد بالماء والصابون يكاد يكون أكتر من عشرة أو عشرين مرة في اليوم كل ده والتعب عمال بيزيد لإن أنا واخد يا دوبك كورس علاج موقت لإن كنت مستني نتيجة التحليل والإشاعات علشان أبدأ العلاج اللي الدكتور المفروض يكتبهولي بعد التحليل والإشاعات ما طلعت في جزء باين فيها إن فيه التهاب شديد قوي لكن الجزء الثاني قال إنه نورمل وطبيعي لما الدكتور شاف الكلام ده اتعامل على الأساس للتهاب مش على الأساس العادي ودي حاجة مهمة قوي إن في الفترة دي حتى لو الأمور بسيطة أو عادية لازم تتعامل على الأساس الأصعب واللي باين في الموضوع وكانت أكتر حاجة فعلا تعباني في الوقت ده هو صعوبة التنفس مهما أحكي لكم ومهما وصرف لكم فيارب ما يكتبها على أي حد فعلا موضوع صعب جدا وعشان تتصوروا صعوبة الموضوع إن الكلام في حد ذاته كان بيمثلي صعوبة شديدة جدا جدا في التنفس تخيلوا إن أنا بس أتكلم بحس بدي نفس رهيب كأنني مش عايز أتكلم عشان أقدر أخلي نفس رايح وجاي بقدر كبير ويساعدني فعلا في التنفس الكلام ده فعلا كان صعب جدا وكانت مرحلة صعبة قوي 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 ربنا سبحانه وتعالى من علي والتزمت بالعلاج لمدة 15 يوم وكان علاج كتير قوي طبعا مضادات حيوية وكورتيزون وفايتامين سي كل العلاج ده الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى جاء له سبب إن أنا أتعافى ويروح من عند الكورونا لكن وقتها عرفت إزاي إن الموضوع فعلا والأعراض صعبة جدا هي الأعراض فعلا بتختلف من حد للتاني وممكن تبقى أقوى عند حد وقوتها ممكن كمان تزيد لحد الوفاء لكن مع اعتياطاتك والأغذ بالأسباب ربنا سبحانه وتعالى ممكن ينجيك وممكن تعد الفترة دي بسلام طبعا كل شيء بيد الله وكل شيء مقدر عند الله سبحانه وتعالى لو كان مقدر لك إن أنت يجيلك المرض هيجيلك حتى لو أنت واخد كل احتياطاتك لكن إحنا بنتكلم هنا بالأغذ بالأسباب وده أمر ربنا سبحانه وتعالى حثنا عليه إن إحنا ناخد بالأسباب وأكثر الأسباب دي إن أنا لو شكيت ولو واحد في المليون إن أنا عندي كورونا لازم أخد احتياطاتي جدا 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 إن أنا معديش حد وما صيبش حد ممكن أنا أقدر على المرض وغيري ما يقدرش فحافظ على نفسي ومنع منعا باتا بالاختلاط بالناس في الفترة اللي أنا فيها اختلاط بقريبي أو اختلاط بمعارفي أو حتى اختلاط بالناس في المواصلات ومنعه إزاي؟ أول حاجة لازم أحافظ إن ما يكونش فيه أي ملامسة ما بيني وما بين الشخص اللي قدامي في المواصلات أو في الشارع أو حتى ما بين أسرتي تاني حاجة الكمامة فعلا مهمة جدا لأنها بتمنع أي فيروس إن هو يخرج عن نطاق الكمامة ويبدأ إن هو يصيب حد تاني فدي حاجة مهمة جدا 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 ما ينفعش إن أنت تعرض الآخرين للخطر بمجرد إن أنت تعبان الأمان اللي ربنا سبحان الله تعالى تمنى عليها إن أنت لازم تحافظ على الناس زي ما بتحب تحافظ على نفسك بالزبط علشان كده لازم كلنا في المرحلة دي نحافظ على نفسنا وناخد كل سبل الطرق الوقائية من غسل الإيد أو ارتداء الكمامة أو عدم المصافحة كل دي أمور بتخلي الفيروس ينحصر وينتهي بإذن الله في قرب وقت سلامة غيرك من سلامتك وسلامتك من سلامة غيرك فإحنا عايشين كلنا في مجتمع واحد فلازم نحافظ كلنا على بعض علشان ربنا سبحان الله تعالى ينجينا وتمر المرحلة دي بخير وسلام ونصيحة أخيرة لو إنت عندك اشتباه ولو واحد في المليون إن إنت عندك بوادر ألف الوانزة أو برد زي اللي إحنا كنا فاكرين وبرد عادي نصيحة مني لازم تكشف فوراً ولازم تطمن على حالك ومن قبل ما تكشف لازم تاخد احتياطاتك كأنك عندك كورونا بالظهر أنا بقولكش اعتزل الناس ولا أي حاجة لكن لازم على القلب تلبس الكمامة ولازم إن أنت تحافظ على إيدك نظيفة وملابسك نظيفة وإن أنت ما تلمس أي أسطح بقدر الإمكان واعذروني الفترة اللي فاتت دي أنه ما نزلتش أي فيديوهات أو حلقات وإن شاء الله هنستمر للفترة الجاية لكن صدقوني أنا فعلاً ما كنتش حتى قادر أتكلم فربنا سبحانه وتعالى يعدي الغمة دي على خير وتمر الأزمة دي بخير وسلام ويعافي المسلمين جميعاً في مشارق الأرض ومغاربها ويكون درسة وعبرة لنا إن إحنا بفايروس صغير قوي فعلاً ما نسواش أي حاجة دمتم في أمان الله وجزاكم الله عنا كل خير فكل اللي اطمئلنا على حالتي وبشكركم جداً من كل قلبي وقدي أنتو أثبتولي أنت فعلاً أسرة أنا بعتز بيها جداً جداً وأخيراً سبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر